اشتركوا في القناة اجدنا اول باول اذا سوف احاول الاجابة اليوم على هذه التساؤلات وان كان هناك تساؤل اخر لم اتطرق اليه في الفيديو فقوموا بوضعي في التعاليق وان شاء الله ساجيبكم عليه في اقرب وقت فاولا تعريف البروكسي كلمة بروكسي بالانجليزي تعني الوسيط او الوكيل اذا فهذا البروكسي دوره واضح من خلال اسمه يعني هو وسيط بين جهازك يعني هاتف او طابليت او حاسوب والانترنت بمعنى اخر عند اتصالك بالبروكسي فكأنك استخدمت شخصا مكانك ليقوم بالعمليات بدلا منك فمثلا قمت بفتح موقع كرة فالمعطيات التي تظهر لموقع كرة عنك هي معطيات وهمية بمعنى ان الابي مغاير لالابي الخاص بك وبالتالي فانت تتصفح الانترنت دون ان تترك اطارا خلفك الان ما هي ايجابية هذا البروكسي من الايجابية التي سوف نتطرق لها في هذا الفيديو فاولا الخصوصية ثم زيادة سرعة التصفح ثم الدخول الى المواقع المحجوبة والتحكم في استخدام الانترنت تشفير الاتصال بالانترنت ثم منع تعقب نشاطك على الانترنت لكن اخواني حداري فهذه المميزات الجميلة لا توفرها البروكسيات المجانية وحتى ان صادفت بروكسي مجاني ويقدم لك هذه الامتيازات فانتبه الى مصدره فقد تعرض ملفاتك الى السرقة اخي الكريم ادل الان سنتحدث عن سلبية البروكسي من بين اهم سلبية التي وجوها المستخدمون للبروكسي سهولة اخترق الجهاز جميع بياناتك تكون عرضة للسرقة وكذلك قد تواجه مشاكل مع دولتك ان كانت دولتك تمنع هذه النوعية من البرامج او ان انت استعملتها في الاحتيال فمنك طرق خاصة لتعقبك حتى لو كنت تستعمل افضل البروكسيات اخي الكريم وهذه الكلمة الاخيرة انتبه اليها جيدا اخي الكريم حتى لا تعرض نفسك للخطر ثم اخيرا كيف احصل على البروكسي وجدت لكم هذا البروكسي في جوجل بلاي سأضع لكم رابطه في وصفي الفيديو يمكنكم الاستفادة منه لكن كما قلت سابقا حداري من استعمال معلومات بطاقاتكم البنكية او معلومات حساباتكم الشخصية فقد تعرض نفسك للاختراق بكل سهولة اخي الكريم اذا اخواني وصلنا الى نهاية الدرس ان اعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اعجاب وان كانت هذه هي زيارتك الاولى لقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا اول باول ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة